مثل ما بنعرف ليا رمضان هو شهر الخير المودة البركة والتقرب إلى الله وفرصة للتجدد الروحي وتعزيز القراءة ومطالعة مختلف أنواع الكتب والمطبوعات لما يحمل الكتاب من رسالة تطقيفية ومعرفية وإلى جانب السلايا سالي وبائدة بحراس السائم على القيام بالقراءة في شهر رمضان الكريم يحرص أنه يقرأ كثير وبشكل قوي كوسيلة للتثقيف مع ساعات الصيام الطويلة لنحكي أكثر عن القراءات المتبعة بشهر رمضان المبارك يسعدنا الرحب بالأستاذ هيسم الحافظ رئيس الاتحاد الناشيرين السوريين صباح الخير أستاذ هيسم صباح خير وإن شاء الله رمضان خير وكل عام وأنتم بخير طبق الخير وأنتم أستاذ المشاهدين بشهر الخير والبركة كمان فينا نقول عنه شهر العبادة وشهر القراءة صباح الخير وأحلام وسلم رمضان كريم عليك أستاذ بداية خلينا نحكي عن شهر رمضان والكتب الخاصة بشهر رمضان دائما الأدعية هي موجودة بكل الأشهر إن شاء الله يا رب هالدعاءات كلها تعم علينا وعلى سوريا إن شاء الله رب ولكن دائما في كتب هكي برمضان بأروى الصائمين خلينا نتحدث عنها شوي هلأ هو القراءة عموما برمضان هي قراءة روحانية قراءة تتجه دائما إلى القراءة من خلال القرآن الكريم من خلال الأحاديث النبوية من خلال الأدعية المختارة التي أنت إلتيها فإذن القراءة برمضان لها خصوصية مختلفة قراءة تنبع فيها أو تخاطب الوجدان الروحي للإنسان تسعى إلى تقريبا أغلب القراءات تكون هي مرتبطة بشيء له علاقة في الأدعية وفي الأذكار وفي قراءات القرآن الكريم هذه القراءات هي اليوم المسيطرة على واقع الإنسان في رمضان في شهر الخير لكن بعض الأحيان نجد أن من يزداد من القراءة ونحن اليوم بشهر البركة والخير وأول أمر إلهي إجا للإنسان بكلمة اقرأ باسم ربي الذي خلق فنحن اليوم نشوف في كثير من القراءات التي أيضا تساير وتساهم مع القرآن الكريم ومع الأحاديث النبوية ومع الأدي ففي عنا عدد كبير من الخلين يسمي لك ياهم اليوم صار في عنا من الروايات صار في عنا عدد كبير أيضا من القصص يلي ممكن نقول حتى للأطفال تماما تعمل أسقاطات كبيرة تماما وترفع من سوية القراءة برمضان ورمضان ربما يتبادر للإنسان أنه شهر هو ما هو شهر القراءة هو شهر فينا نقول أنه هو شهر العبادة فينا نقول أنه هو شهر الترفيه يعني كل واحد مختلف بتصنيفه لشهر رمضان هو شهر الترفيه ممكن أنه في بعض الأحيان أو بعض الناس تقول أنه هو شهر صلة الأرحام والتواصل الاجتماعي ربما بعض الناس تقول أنه هو شهر خليني نقول الرحلات والخروج إلى المطاعم وإلى أيضا الحالات الاجتماعية الجديدة وربما بعض الاجتماعيات أيضا تقول أنه هو شهر المكوس في البيت لكن الأهم اللي أنا أرى أنه شهر هو حقيقة شهر يدعو إلى القراءة يدعو إلى التفكر اليوم نحن عندما نقول شهر هو شهر ديني فالدين يدعونا إلى التفكر ويدعونا إلى الأخلاقيات ويدعونا إلى الأخلاق فهو إذن شهر للقراءة عندما نقول أنه شهر للتواصل الاجتماعي وصلة الأرحام والزيارات الأهل والأقارب هذه الزيارات تحتاج إلى حديث تحتاج إلى حوار هذا الحوار ممكن أن يكون لكتاب ممكن أن يكون لقصة ممكن أن يكون لشيء فكري ممكن أن نطرحه في هذه الاجتماعات الأسرية أو الاجتماعية فشهر رمضان حقيقة ممكن يستغل في القراءة بشكل كتير مهم وكتير كبير وأنا عم شوف الآن أنه في عنا صار فيه بالسوشيال ميديا صار في عنا شيء اسمه تواصل جديد صار في عنا جروبات عم تتأسس بين بعض البعض عم أشوف اليوم فيه شيء اسمه جروبات عم تتأسس خلال شهر رمضان للقراءة إن كان لقراءة القرآن الكريم أو لقراءة الكتب واليوم أيضا في عنا شيء له علاقة في الأحاديث النبوية أيضا اللي هنا عم نشوف عدد من الناشرين عم يعطي بعض الإصدارات الجديدة التي تخص السيرة النبوية وتخص الحديث النبوي الشريف وتخص أيضا القصص والروايات القديمة وتخص التراس الإسلامي فنحن اليوم صرنا عم نشوفهم هدول عم يقرأوا بشكل إيجابي أو عم ينتقرأ هذه الكتب بشكل إيجابي وهذه القصص وهذه الروايات فنحن اليوم إنه فين نقول شهر الخير والبركة والقراءة نعم أكيد أستاذ هيسم كمان يمكن مرأة مرور الكرامة بذكر الكتب للأطفال أيضا خلينا نحكي اليوم عن دور النشر شو مقدمة للأطفال بشهر رمضان أو من قصص دينية يمكن أو محتوات على صور بتجذب الأطفال لحتى شوي يمكن يبتعدوا عن التلفزيون وهيكو يلتموا بالقراءة اليوم بصراحة الكتب الأطفال صارت في نمو كبير وصار بالعالم العربي تطور هائل يعني حتى وصلت الكتب الأطفال للتطور تبعها واكبة عديد من الكتب الأجنبية أو العالمية وأصبحت كتب الأطفال تساير وتوازي المنتج الأجنبي من حيث الجودي ومن حيث الرسم مثل ما قالت حضرتك ومن حيث أيضا نوعية الطباعة المحتوى اليوم صار في عنا كتاب كتير كبار صار في عنا اليوم كتاب عما تحسن تنطقي من التراث العربي من التراث الإسلامي من القصص الدينية أو القصص العامة التي تعمل لنا إسقاطات لها بشكل جيد والأهم اليوم في عنا كتاب جدد يعني نحن عم نحكي عن القصص الدينية لأنه نحن الآن عم نحكي عن شهر رمضان لكن اليوم الأهم القصص الجدد بالنسبة للأطفال اللي عم نشوف فيها خيال إنساني اللي عم نشوف فيها خيال علمي اللي عم نشوف فيها إثراء أدبي اليوم حقيقة في عنا كتاب كبار كتير إن كان سوريين وإن كان عرب عم يقدموا للطفل منتج عربي جيد ومنتج سوري جيد جزاب وواقعي وأنا فين يقول شغلي وأنا مبارح كنت عم بحكي بهذا الجانب كمان بإحدى القنوات التلفزيونية إنه اليوم الكتاب السوري تقريباً هو يحتل المرتبة الأولى أو الثانية عربياً تمام من حيث الإنتاج الخاص بكتاب الطفل وهذا يرفع بكتاب الطفل وهذا يرفع من سوية العمل تبعنا وأيضاً بيحملنا مسؤولية كبيرة إنه نحن أمام نحن عم نغزي عقول الأطفال في العالم العربي أغلبهم نحن عم نحاول نقدم واجبات إيجابية وواجبات دسمة إن كان من حيث الرسم وإن كان من حيث النص ويمكن أنا فين يقول أكتر من الشغلة الرسامين السوريين وهي على فقرة أنا بدي أشكر كل الرسامين السوريين الرسامين السوريين اليوم ربما هنن بيحتلوا صدارة الرسم في العالم العربي وقلن الدور الأكبر في إظهار وفي تغيير ملامح الفن الموجه إلى الأطفال بشكل إيجابي يتناسب مع المستقبل الواعد للطفولة يتناسب أيضاً مع مستقبل سوريا اللي أنا أراه بأم عيني قريب جداً حنشوف مستقبل إن شاء الله باهر تمام؟ وبتصور كتاب الطفل هو رائد هو رائد على المستوى كل الأيام السنية لكن الآن كمان رمضان كريم كتاب الطفل لازم يكون هو موجود مع كل الأطفال واليوم على فكرة أنت بتعرفي كلياتنا في أدبياتنا منقول إنه هذا الولد ولو عمره خمس سنين ولو عمره ستة ولو عمره ثمان سنين بده يصوم كي فبغض النظر إنه إحنا عم يصوم مرة بيفطر ومرة بيصوم نقول له تسحر خود تسحر رد رجع صوم تذكري هالأدبيات هاي هاي بتعطي دافئ أيضاً للطفل اللي خود معك كتاب خود معك قصة وانت وصايم يا ابني فقراءها يمكن هذا دفع معنى ويلا نعطيه دفع نقدم له بعض الهدايا اليوم نحن كمان أيضاً مدارسنا اليوم كلية عما تتجه للإنهاء السن الدراسية وعم تكون كل هداياها وهذا على فكرة شيء مفرح وشيء يرفع من سوية أيضاً المستقبل القادم للأطفال كل هداياها كانت عما تكون هي قصص وكتب ترفع من سوية الطفل ونقدم بمستوى إيجابي وجهي يعني إن شاء الله تكون الرسالة وصلت وإيضاً محاكاة الطفل هي مسؤولية كبيرة وخصوصي بهذا الشهر الفضيل بدنا نتشكر كتير المعلومات اللي قدمتها الله يسرمك وخليك وإن شاء الله يا رب رمضان كريم عليك وعلى جميع السوريين يا رب وإن شاء الله رمضان خير على الكبار وعلى الصغار وعلى الأطفال وعلى الكل ويقدمنا رمضان يكون مثل ما قلنا هو رمضان شهر البركة والخير وخلينا نسميها المرة شهر القراءة وكل عام وأنتم بخير وأنت بألف خير أستاذ هيسم عفواً نحن كتير بدنا نتشكرك ونتشكرك جهود اللي عم تبزلوها من أجل دائماً ضل الكتب أو الكتاب هو رفق كل حدا وخاصة بالسوريين شكراً جيل وشكراً جيل وشكراً جيل